وفي مدخلة هاتفية في نشرة سابقة تحدثت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيق وزيرة شؤون الشباب عن دور الاستراتيجيات والخطط التي وضعها المجلس الأعلى للمرأة في وضع المرأة البحرينية على المسار الصحيح وانتقالها من التمكين إلى التقدم في المجالات كافة صحبة سمو الملك الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله تمكنت من تحقيق تقدم بارس في شؤون المرأة البحرينية وذلك وفقا للرؤية الاستراتيجية والتخطيط المتميز من قبل سموها والتي وضعت الارتقاء بالمرأة البحرينية أولوية في خطط برامج المجلس ولتتوج مسيرة المجلس التي تمتد لأكثر من 23 عاما بنجاحات نوعية للمرأة البحرينية حققتها فعلا عن جدارة واستحقاق واليوم نفخر بما قدمه المجلس على المرأة من مبادرات تخدم المرأة البحرينية في جميع المواقع ونؤمن فعلا بأن تلك البرامج أحدثت الأثر الإيجابي على صعيد تقدم المرأة على المستوى الوطني وامتد ذلك أيضا على الصعيد الخارجي من خلال تحقيق العديد من إنجازات التي رفعت اسم المملكة ترجمة نانسي قنقر